موسيقى السلام عليكم نبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والغفران أنا موجود اليوم بالمركز الوطني لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء وعندي بعض الأسئلة التي تخص السكري والاحتياطات اللازمة للصيام تابعوا معي دكتورة هل يستطيع جميع المصابون بالسكري الصيام؟ أولا نحن ننصح جميع المصابين بالسكري بزيارة الطبيب قبل شهر رمضان بمدة لا تقل عن شهرين لمناقشة هذا الموضوع وأخذ الفحوصات اللازمة الطبيب يستخدم عدة مؤشرات تساعده في اتخاذ القرار المناسب وبناء عليها فهناك فئات محددة لا ننصحها بالصيام لما قد يترتب عليه من مضاعفات خطيرة على حياتهم مثل مريض السكري من النوع الأول الذي يحتاج للإنسلين على مدار الساعة كذلك المرأة الحامل المصابة بأي نوع من أنواع السكري ومريض السكري من النوع الثاني الذي يستخدم الإنسلين وحدث له أعراض هبوط السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل رمضان ومريض السكري الذي لديه مضاعفات مزمنة أو أمراض مزمنة أخرى والمريض الذي لا ينتبه لأعراض هبوط السكر بسبب اعتلالات عصبية ومريض السكري الذي يتعرض لوعكة صحية حادة قد تتسبب في زيادة حموضة الدم الكيتونية ويستطيع مريض السكري المعالج بالحمية أو دواء المتفورمين أو الأدوية المنظمة للسكر الصيام إذا كان يتمتع بصحة جيدة وقام بضبط السكر لديه بشكل جيد منذ مدة طويلة وبالنسبة لبعض المرضى قد استدعي حالتهم ووقف أو تغيير بعض الأدوية حتى يتمكنوا من الصيام بأمان وأنصح مريض السكري الذي يرشده الطبيب إلى عدم الصيام أن يأخذ بالرخصة الشرعية ويمتنع عن الصيام وذلك حرصا على سلامته رجل مريض بالسكري يشعر بدوار وتعب في بعض الأحيان فلا يستطيع مواصلة الصيام هل يصح له أن يفطر بناء على هذا؟ إن كان بلغ حدا لا يطيق معه الصيام بسبب مرضه فالمرض عذر يبيح له الفطر ولا يلزم أن يبيت النية على الصحيح للفطر بسبب المرض إذ قد يطرأ عليه المرض الذي يمنعه من واصلة الصيام يجهده ويمكن أن يرثه الكثير من الأذى والضر فحينئذ لا حرج عليه في أن يفطر ثم يقضي صيام الأيام التي أفطرها في رمضان يقضيها من بعد حينما يمن الله تعالى عليه بالشفاء ويمكن له أن يفطر طيب إذا كنت ممن يستطيع الصيام ماذا يتوجب عليه عمله في أول يوم؟ الهدف العام للطبيب هو مساعدتك على أن تتحكم بشكل جيد وآمن بمستوى السكر في الدم في نفس الوقت أن تستطيع الصيام بدون حصول هبوط خطير في مستوى السكر وبدون حصول جفاف في الجسم وبالنسبة لليوم الأول يجب على مريض السكري اتباع كافة الإرشادات التي تم الاتفاق عليها مع الطبيب ومثقفة السكر بخصوص الصوم وتشمل التعديلات في الأدوية أو جرعاتها والتزام بالتغذية المتوازنة قليلة الكربوهايدرات والمعرفة التامة بأوقات أخذ قياسات السكر وعراض هبوط السكر والاحتياطات اللازمة لذلك وتشمل الاستعداد النفسي والتهني الكامل لوقف الصيام وبشكل فوري عند الخطر وبالنسبة لأوقات أخذ قياسات السكر وبشكل مهم في الأسبوع الأول من الصيام فهي كما بالجدول الموضح للمريض وإذا كنت تستخدم الأنسولين هل أستطيع الصيام؟ هناك فئات معينة تستخدم الأنسولين وتستطيع الصيام فالمرضى الذين يأخذون الأنسولين الأساسي يستطيعون الصيام إذا ما كان مستوى السكر لديهم منضبط ولديهم الاستعداد لاتباع إرشادات الطبيب وهناك بعض المرضى الذين يأخذون جرعات الأنسولين المتعددة والذين يتحكمون بالسكري بشكل جيد يستطيعون الصيام إذا ملتزموا بتعليمات الطبيب ومثقفة السكري دكتورة هل هناك طريقة لتعديل العلاج سواء الحبوب أو الإنسولين ليتناسب مع أوقات الصيام؟ يستعين الطبيب بإطار عام لتعديل أوقات وجرعات الأدوية بما يتناسب مع حاجة كل مريض وبناء على حالتها الصحية في الأشهر التي تسبق الصيام لذلك أؤكد على أنه يجب على كل مريض التواصل مع الطبيب ومثقفة السكري للاتفاق على التغيير المطلوب لنشرح مثالاً لو فرضنا أن المريض يأخذ 20 وحدة قياسية من الإنسولين طويل المفعول الكلارجين بين الساعة الثامنة والعاشرة مساء قبل رمضان ماذا يفعل؟ يتوجب عليه إنقاص الجرعة بنسبة 30% أي ينقص 6 وحدات وبالتالي عليه أن يحقن 14 وحدة قياسية فقط يأخذها عند الإفطار وبين الساعة الثامنة والعاشرة ويستمر بمراقبة انضباط السكر خاصة قبل موعد الإفطار ويتواصل مع مثقفة السكري لإرشاده بزيادة أو إنقاص الجرعة للأيام اللاحقة هل هناك نصايح عندما نتناول الأطعمة وعند نمارس الرياضة في رمضان؟ بالنسبة للمريض السكري يتوجب عليه تأخير وجبة السحور وذلك للحفاظ على توازن مستوى السكة خلال ساعات الصوم كما يتوجب عليه الحذر من الإفراط في الطعام عند الإفطار أو عند تناول وجبة العشاء وننصح مريض السكر بالانتناع عن تناول مشروبات التي تحتوي على الكافين بشكل مفرط لأنها تسبب الأراق وتؤدي إلى زيادة إدرار البول الذي يؤدي إلى جفاف الجسم وأما بالنسبة للنشاط البدني على مريض السكر تجنب الإجهاد البدني أثناء النهار ويكتفي في فترة ما بعد الإفطار بالمشي للمسجد أو للمسافات قريبة ويعتبر المجهود الجسدي في أداء صلاة التراويح من الركوع والسجود جزء من النشاط البدني الموصي به وهو لمدة 30 دقيقة كما يتوجب عليه الامتناع عن المجهود البدني في الساعات الأخيرة قبل الإفطار كل هذه الاحتياطات مطلوبة لتجنب حصول هبوط في السكر سواء بالنهار أثناء الصيام أو بالليل أثناء وبعد أداء الصلاة طيب كيف أراقب مستوى السكر عندي خلال الصوم؟ كما ذكرنا سابقا مريض السكر يتوجب عليه فحص مستوى السكر في الفترة ما قبل الظاهرة وفترة العصر وبشكل فوري ومتواصل عند الشعور بأعراض الارتفاع أو الانخفاض في مستوى السكر ويش هي العلامات التي تنبهني أنه عندي هبوط في السكر؟ علامات انخفاض السكر متعددة ومنها الشعور بالدوخة وارتعاش الأطراف والتعرق والجوع الشديدين والشعور بالإرهاق وخفقان القلب والعصبية وفي بعض الأحيان قد يلاحظ المخالطون للمريض تغيير في السلوك أو تشوش الذهن أو ضعف الأبصار أو فقدان للوعي وما هو قياس السكر الذي يتوجب عنده عدم إكمال الصوم؟ بشكل عام ننصح مرضى السكري التوقف فورا عن إكمال يوم الصيام إذا كانت قراءة السكر أقل من 70 ميلي جرام لكل دي سي لتر أي 3.9 ميلي مول لكل لتر حتى وإن لم تبدأ بعد أعراض الهبوط لديهم طيب إذا ظهرت عندي العراض أو وجدت قياس السكر أقل من 3.9 ميلي مول لكل لتر ماذا أفعل؟ تتوقف عن الصوم فورا وتطبق قاعدة 15 جرام أي تتناول نصف كوب عصير أو ثلاث ثمرات أو ما يعادلها من الكربوهايدرات سريعة لامتصاص وتقيس السكر بعد ربع ساعة إذا استمر السكر منخفضا تناول 15 جرام أخرى وأعد قياس السكر بعد 15 دقيقة وإذا لم يرتفع القياس عندها خذ 15 جرام أخرى وتوجه لأقرب مؤسسة صحية وبشكل عام على جميع مرضى السكري الذين يسمح لهم الطبيب بالصوم أن يحتفظوا بقطعة من الحلوى أو علبة عصير أو أقراص لغلكوز في متناول أيديهم وكذلك عند ذهابهم إلى المسجد لتأدية صلاة تراويح وأن لا يترددوا في تناولها لعكس الهبوط في السكر بسرعة وهل ها استطيع وقف أخذ الإنسولين إذا كان يعرضني لمشاكل هبوط السكر؟ لا وإنما عليك التوقف عن الصيام إذا حصل لك هبوط في السكر واستشارة الطبيب مرة أخرى لمعرفة أسباب الهبوط ومعالجته من خلال إعادة ضبط الأدوية حتى تستطيع إكمال الصوم وإذا كان علاجي يتطلب حقل الإنسولين قبل الإفطار هل استطيع أخذه بعد الإفطار؟ قد تتطلب خطة العلاج أخذ درعات الإنسولين قبل الإفطار وهي مهمة جدا لذا ننصح المريض بأخذها قبل الإفطار بحسب الوقت المحدد لكل نوع من أنواع الإنسولين لأن أخذها في غير وقتها الصحيح قد تتسبب في ارتفاع أو انخفاض في سكر الدم وعلى أي حال فالرأي الشرعي موافق لذلك وماذا بالنسبة للمريض الذي يستخدم مضخة الإنسولين؟ يتوجب عليه زيارة الطبيب والمثقفة الصحية ليتعرف على كيفية تغيير نمط الحقن للإنسولين الأساسي أو بيزا الإنسولين وأن يتقن حساب جرعات الإنسولين السريع بناء على حساب الكربوهيدرات ومعامل حساسية الجسم للإنسولين هذا مع الالتزام بأخذ احتياطات تعامل مع هبوط السكر وتناول وجبات غذائية متزنة في كمية النشويات قدر الاستطاعة أما بالنسبة للمريض الذي يستخدم المضخة منذ سنوات فعليه تطبيق ما تعلمه سابقا واتباع نظام غذائي صحي متزن في كمية النشويات قدر الإمكان مع أخذ احتياطات تعامل مع هبوط السكر ماذا أفعل في أول أيام العيد؟ أعني بالنسبة للعلاج والوجبات ابتداء من أول يوم عيد الفطر يتوجب على مريض السكري العودة إلى جرعة العلاج السابقة التي كان يتناولها قبل رمضان أو قبل الصيام مع الالتزام بتناول وجبات في أوقاتها التي اعتاد عليها وكان منضبطا على أساسها دكتورة هل من نصيحة أخيرة؟ مهم جدا ننصح مريض السكري الذي يصوم أن يتجنب النوم في فترة العصر حتى موعد الإفطار وذلك خوفا عليه من هبوط السكر وهو نائم ونرجو الله التوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر